اشتركوا في القناة شاميتا لكن هو متوتر جدا عشان هو وفي اول فيديو طبعا بيقول قصيدة كبيرة جدا وجميلة طبعا على كاسة طبعا كلهم مش فاهمين ايه اللي بيحصل لكن كاسة بتكون فاهمة ان القصيدة دي عشانها طبعا فيها بيكون متوتر اوي مش عارف يعمل ايه شاميتا كمان قلقانة جدا وخايفة كمان تبان وهي اللي بتبعت رسالة نفسها وفجأة بقى شاميتا بتدخل وده بيبان طبعا في التسجيل ويقف طبعا التسجيل لكن هو بيكون مستمر زي ما احنا عارفين اثناء الانت زار وبتكون شاميتا فعلا بتدخل وعمل نفسها متضايقة جدا وفي ايان بيحاول يساعدها وفعلا الجميل بيروح عشان يجيب لها الماء وبيكون يعني لابت جدا معاها لكن هي بتكون خبيثة جدا وبتروح بقى يعني تمسك التليفون بتاعه وتبعت يعني نفسها رسالة قادرة اللي هي يعني بتدينه بيها وكمان بتمسح الرسالة اللي هو كان بعيدها لها خالص طبعا بيوقفوا بقى الفيديو بيسألوا شاميتا هو انت يعني اللي في الفيديو دا ولا لا هي بتكون صمتة خالص ومش قادرة تتكلم وبي بيكملوا بقى الفيديو بيتضح فعلا ان هي وكمان بتكون متوترة جدا اكتر واحدة طبعا خايفة لكن الجميع بيكون فرحان جدا عشان واخيرا يعني الحقيقة بانت وفي ايان اتضح ان هو ما عملش اي شيء قدام الجميع طبعا ممتو بتكون فرحانة جدا وهو كمان بيكون فرحان لدرجة ان هو مش قادر يعني ياخد نفسه وكمان احسان بيحضنه بيكون طبعا يعني متأكد من يعني براءته من زمان وكمان كاسة بتكون فرحانة جدا وهي اول مرة تشوف الفيديو معاهم كلهم طبعا ب يلوموا على شميتة شميتة بتكون سرحانة جدا لما كاسة بتسألها مين اللي خليكي تعملي الشيء ده وبيتضح بقى ان مدير شركة الاهرام هو اللي حراضها ضد فيان وقال لها مش هتلاقي شغل يعني ولا اي شيء الا لما تعملي كده فيان وتغذي كمان حقق منه طبعا هي بتكون ضعيفة في الوقت ده وحاسة كمان ان فيان فضحها قدام الجميع وبتكون يعني عايدة تعمل كده عشان خاطر تاخد وزيفة في شركة الاهرام وبتفتكر الاحداث كلها وهو قاعد معاها وبيحكي لها كل الشيء اللي هي هتعمله لكن مجاش عليها يعني وقت واتكسفت من نفسها ولا يعني ضمير قنبها اه ان هي ممكن تعمل كده في شخص بريق بتسمع منه كل الكلام وبتصدق كمان يعني ان هو هيوظفها يعني معاها اه في الشرك بتكون فرحانة جدا ان هي هتلاقي وظيفة واخيرا كمان هتنتقم الغرورها يعني من فيان وبتكون سرحانة اثناء يعني تحقيق معاها وكمان يعني كسب تلوم عليها ازاي تعملي حاجة كده في شخص بريق واحسان بيقول هي عملت كده عشان توطر وكلهم كمان بيهجموا يع يعني عليها وكاسة بتكون يعني اه وقفة معا فيان وبتشرح يعني حالته كانت عاملة ازاي وقد ايه كان يائس وكان متضايق جدا وحاوليه يعني اه الجميع زلالين عشان وممكن كمان تكون يعني شركته اه هتروح خالص وحضيع وكمان سمعته كانت هتتشوى طبعا كله ده كله بيكون موجه لشميتة من كاسة والاعداء كلهم خلاص بقى عارفوا اخيرا ان فيان ما عملش اي شيء وهو كمان بيكون فرحان بتيجي بقى فرحة اه مامة احسان بتقول انا من الاول قلت اننا نازم ن قضية تشهير ونازم نعمل دلوقتي حالا واللجنة كمان بتعلن قدام الجميع بتبرئة طبعا فيان وفيان مش عايز اي حاجة ضد شميتة لكن احسان بيقوله معلش بقى على جنب احنا كلنا كنا عنديع في المسألة دي طبعا فيان بيكون يعني متعاطر جدا مع شميتة وبيقول يعني هي عملت كده عشان تنتقم مني لو سمحتم لو كان منا في الانتقام منها وكمان رفعنا عليها قضية وفي الوقت ده ينش تخرج من السجن دلوقتي حالا هترجع كمان وعايزة تنتقم مني تاني انا عايزة واقف خالص حكاية الانتقام دي خالص والانتقام دي ديرة يعني ملهاش خالص اخر وانا كمان عايزة اوقف الموضوع دوه للوقتي هنا حالا وبيعلن قدام الجميع اللي هو مسامح شميتة وبيقولها كمان يعني عبعتلك لسالة اه التوصية اللي انتي محتاجها بس دلوقتي بقى على البريد مش على الهاتف وبيكون متسامح جدا لدرجة انكاسها بتكون يعني مش مصدقة اللي هو عملوا كلهم كمان بيكونوا يعني ممتنين ليه وبيقول كمان الموضوع ده يقف هنا يعني اه يعني اه ما بيننا محدش يكلم في الموضوع ده أبدا كلهم بقى بيكونوا في الشركة فرحانين جدا بتبرئة طبعا فيان كلهم بيسقفوا كده كمان يعني السيكاتيرا بتكون عاطفية جدا وكمان بتبكي وفيان بيكون فرحان جدا هو كمان عاطفي بيكون ممتني ليهم بيقول يعني لنا دعموكم لي ما كنتش حفضل يعني صامت في المشكلة اللي أنا فيها دي وبتظهر بقى بطلتنا الجميلة كاسة اللي كلهم بيشكروها وهي كمان اللي عملت آآ آآ كل دو وكان السبب في انقاذ طبعا مديرهم وحبيبهم طبعا وحبيبنا احنا كمان بطلنا يعني العصولة دوة آآ فيان كلهم كمان بيكونوا ممتنين آآ آآ ليها وكمان احسان بيقول يلا بقى عشان نرجع للعمل بتاعنا كاسة بقى بتكون قريبة كده من فيان بتبسله كده من بعيد وكمان بيفتكروا بقى يعني القصيدة اللي كانت شغالة وفيان بيقول يا ترى يعني هي فكرة ان القصيدة دي عشانها ولا ما اخدتش بلها وهي كمان بتكون متوترة جدا لما بتفتكر يعني آآ كلمات القصيدة وبيدخل بقى عليها المكتب بيقولها ممكن اتكلم معاكي وبيعرض عليها يعني ان هم يتعاشوا مع بعض بدل المعاد يعني اللي طبعا باز عشان المشكلة طبعا بقى كاسة بتكون متوترة جدا وبترغي المعاد بتقول مش هينفع يعني النهاردة طبعا فيان بيتحارك جدا وبياخد بعضه كده وبيرجع على مكتبه بيكون متوتر بيقول معقول هي فهمت ان الكلام ده عشانها عشان كده مش عايزة تقابلني بس بيرجع بيهدي نفسه بيقول بس هي ما قالتش لأ يعني ما رفضتش هي اجلت بس يعني آآ المعاد وقالت مش هينفع النهاردة بتظهر بقى العائلة بتاعته الجميلة ومامته بتكون فرحانة جدا بيه وبتبركله كمان فرح واحسان بيكون سعيد ان هو طالع يعني بريء آآ والحمد لله كل حاجة عدت على خير واحسان بقى مش بتعدي عليه موضوع القصيدة بيفضل بقى منه قدام الجميع واكيد بقى انت كاتب كل الاشياء دي عشاني انا مش كاتبها عشان اي حد انا حبك الحقيقي بيفضلوا يتحقوا كلهم مع بعض ومن روح لي وفراج اللي بيصدم جدا ان ميرا يعني بترفض ان هو يسكن معاها وكمان آآ بتقوله على كاسة طبعا مستغرب جدا اللي جاب كاسة عندك وبيعرف يعني علاقتهم مع بعض وبيكون متضايق جدا من كاسة بتتدخل في حياتهم الشخصية لكن ميرا بتقول هي بتتكلم عشان مصلحتنا وعايزانا نقعد مع بعض ونتفاهم ونشوف الموضوع اللي احنا فيه ده اخره ايه عشان محدش فينا يتضر ولا العائلة بتاعتك ولا اولادك ولا زوجتك كمان ولا انا كمان يعني انا زنبي ايه في كل ده طبعا بقى بتظهر دودو هي متوترة جدا ومستنيه النتيجة القاضية وايه اللي هيحصل طبعا اعرف بيحس ان هي متوترة بيفضل يتجادل معها كتير عشان الفطار لكن اول ما بتشوف بقى كاسة قدامها بتكون فرحانة جدا وهتطير من الفرح لما تعرف ان يعني فيان تلع بريء وفازه بالقاضية اعرف كمان بيكون عنده يعني خبر جميل لكاسة وبيقوله انا كمان خدت الحزام الاصفر بيروح بيكلم بقى فيان وبيقوله انا كسبت كمان لولا دعمك ما كنتش كسبت يعني في المباراة اللي انا فيها مقدرش يقوله ان فيه مشكلة يعني في الشركة طبعا اعرف بيكون فرحان جدا وبيقول النهاردة يوم بقى الفوز العالمي كلنا كده فوزنا كاسة الجميلة اول ما بتلاقي طبعا مكالمة من يفراج ملامحها كتير بتتغير بتكون عارفة ومتأكدة هو عايز ايه بتنزله كده بيفضل يتوتر يعني عليها جامد وينفعل ويعني انت اللي بتعمله ده في الشارع وبيقول لها يعني اللي دخلك في حياتي الشخصية وزي تعملي حاجة زي كده لكن بتوقفوا عنده حدود وبتقولوا انا بعمل كده عشان مصلحتك يعني اللي بتعمله ده خطأ جدا ازاي تعمل كده فاهمتك وباباك انت عارف ان اخوك يعني بعد ما فقدوه حالتهم كانت صعبة جدا انت كمان يعني هتبعد عنهم وازاي كمان ريت وهي حامل مفكرتش في البيب الجديد ومفكرتش كمان في بناتك هيعملوا ايه لما تسيبوا متمشي وانت بتلوم على ريت ما تحاول تقرر منها وتكون انت كمان صديق يعني ليها انت ليه عايز كل حاجة ليك حاول مرة تانية معاها وانا متأكدة ان هي تستجيب معاك وبتقعد بقى معاهم هم اللي اتنين والاتنين بيفضلوا يعني يتكلموا مع بعض ويفراش كمان يعني بيعتزر ليه ميرا على حصل بيقرروا ان هما يفضلوا يعني اصدقاء والعلاقة بتاعتهم مش هتكون اكتر من كده ويفراش بيكون متوتر جدا وبيشرح لكاسة يعني ان هو خرج برا المنزل بدور على ساعاته المفقودة يعني في المنزل وبيعتزر لميرا وميرا كمان بتشكر كاسة ان هي وقفت معاها بيظهر فيان الجميل زعلان جدا كاسة مش عايزة تقابلني ليه وهي كمان ماشي في الشارع بتفتكر كمان القصيدة اللي كانت بتتكلم عنها